هذه النظرة في أيامنا للعلماء شاركت بتشييع الشيخ القراضاوي رحمه الله في قطار وتابعنا موكبة الشييع الدكتور أسما عبد العظيم في مصر ماذا يقول لنا مشهد الموكبين يقول شيئا واحد كما كان من قبل بيننا وبينكم الجلائس فليمت أكبر رمز سياسي في العالم ولننظر كيف يجتمع الناس حولهم فلينظر أكبر رمز فني في العالم أكبر رمز فني في العالم لا يجتمع الناس بهذا الحب وهذا الحزن وهذا الإقبال وهذا الترحم وهذا التأثر كتأثرهم فليموت قائد من هذا القرآن يموت أي قائد سياسي تأتي مجموعة مصنوعة خلفه حتى يصورونه ولكن يتقاطل الناس من كل حدب والصوم ولا أقول الناس بل صفوة الناس وخيرة الناس يأتون لا ليرسموا مشهد بكاء مرسوم ولا مشهد حزن رسم في وسيلة إعلام أو في سيناليو إعلام إنه حزن طبيعي إنه اكتماع طبيعي إنه حب طبيعي إنه تأثر طبيعي نعم الأمة تدرك ذلك حقيقة وتتفاعل معه وكانوا قديما يقولون بيننا وإنكم الجنائز ولذلك الملوك يعرفون ذلك العلماء ولا يخافون من أحد كخوفهم من علماء ولا أرى مستبدا في العالم أراد أن يستبد إلا تخلص من الرواد والعلماء فحبسهم وسجنهم واعتقلهم وغيابهم وإذا كنا نغيب وإذا كنا نبتلى بتغييب العلماء موتا فإن الأكثر خصالة ودمارا واستحقاقا لعقومة الله تعالى أن يغيب جزء كبير من العلماء استبدادا وطغيانا وتجبرا وفجورا لا أعيب جزء كبير